أمس الأول استيقظ المصريين على واحدة من أبشع جرائم الإرهاب وهي تفجير نقطة عسكرية بمنفذ مسترد بشبرى الخيمة والأصفر عن استشهاد ستة مجندين بتالي جريمة بشعة وإحنا بقينا كل يوم دلوقتي بنسهع على جريمة جديدة إن شاء الله أكيد مصر هتنتصر بس سمحونا أكيد أن احنا نكون مستقين ونكون زعلانين على أولادنا اللي بيموتوا كل يوم نحاول وضع الأمني للشارع المصري هيكون لقاءنا النهاردة مع لواء محمد زكي مساعد أول وزير الداخلية الأسبق وهنتكلم معاه عن رؤيته الوضع الأمني وأسئلة كثيرة جدا بتطرح من الشارع المصري سبعة خير يا فاند أهلا سواح القير نورنا يا فاند الله يخالي لواء محمد زكي خليني أبدأ في البداية مع حضرتك وعايز أعرف رؤية حضرتك للمشهد الأمني في مصر بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحب أن أقدم إجباري وإعزازي لكل شهداء الوطن الذين قدموا أروحهم فداء ليه أمنه وسلامته وأنا أدعو الله أن نتعافى جميعا وتعافى المصريون وتتعافى مصر مما نتعرض له ساحتها مؤخرا أما نشيجي نشوف أحليل مضمون للعمليات اللي حضرتك تفضلتي وترحتي دلوقتي أرجد أن هذه العمليات موجهة إلى نوعين من أنواع الخطاب الرأي العام العالمي ورأي العام الداخلي في الأساس بحيث أنها بتقول يا رأي عام العالمي يا اللي احنا عايشين في ظل القرية الكونية أن هذه الدولة سلطتها التنفيذية غير قادرة على القيام بواجبتها في الحماية العامة للدولة وهذا الشيء تم ضحضه شعبيا وعلى نطاق الدائرة العربية لأنه شعبيا واضح جدا أن هناك تدفق من المعلومات تقدمها إلى أجهزة الأمن وعلى ضوءها بيتم اتخاذ الوضع المناسب لها في الخطط الأمنية عربيا إحنا شفنا أن هناك ثلاث دول من مجلس تعاون الخليجي قامت بإصدار بيان بتشجب فيه عن أنشطة السياسية أو الأنشطة الإرهابية التي تمارس على الساحة المصرية هنا فيه رأي عام مخاطب جديد بنلاحظه هذا المخاطب الجديد هو أسر رجال الأمن ورجال القوات ليه؟ لأن من تحليل هذه الأحداث هنجد أن هناك هدف واحد بس بينها هو إرعاب هذه الأسر وهذا الإرعاب بيتم من خلال عمليات صيد وقنص للبشر على الهوية لابس لبس رميء رسمي يسطاد دون هدف إلا إحداث نوع من الوقيعة بين أسرة رجل الشرطة أو رجل الأمن أو رجل قوات مسلحة ومهامه وإحداث نوع من الإرعاب اللي بيقدروا لأي طرف آخر يستمر في أنشطته وهذا طبعا مرفوض ودليل رفضه لو حسبنا شهداء الشرطة أكتر من 450 في الفترة من سنة 13 لغاية الوقت يعني تحليل مضمون شهيد كل أربع تيام شهيد كل أربع تيام ده رقم هول ومن هنا أقدم احترامي وتقديري لجهاز الشرطة قيادة وضباطا وأفرادا وعاملين على أنهم بيتولوا القيام بمهامهم على نحو ربنا يجرمهم في إن شاء الله يا ربي يا فانو خليني في البداية كمان أعرف من حضرتك أهمية وضع العديد من الخطط الأمنية استباقا وتحسن لأي أعمال عنف أو إرهاب أو شغل محتملة بيتمارسة جماعة الإخوان الإرهابية قبل الانتخابات الرئاسية وما شوفي الخطة لابد أن تكون مستقبلية ما فيش خطة للماضي يعني حتة الاستباق هو الاستباق بابين واضيعي الخطط دي مسابقة دائما الخطة للمستقبل أنت بتعمل إيه في الخطة والخطة بتبقى إيه الخطة بتبقى تحديد أهداف وتحديد مسؤوليات كويس وهذه الخطة التي تشمل تحديد الأهداف وتحديد المسؤوليات أمنيا بيضاف شيئا هو أن يكون المخطط متوقعا لما هو ليس بمتوقع يعني أنت شوفي إيه اللي أنت غريب وتروحي حطاه في اتبارك بس عايزة أخبر من كلام حضرتك يمكن هارك قلت أن الخطة واضحة وصريحة وهو استهداف أسر لا ده جوز جديد ده تحديث بالزبط بسعر إحنا أكيد عارفين أن فيه استهداف لمنشآت عسكري الكارية فيه استهداف لمناطق أمن يعني نقدر أن نقول كمان كمين عسكري فيعني متهيل المواضحين هو شوفي السؤال بتاعك يعني أنت بتلقيه بزكاء لطيف جدا إلا هناك شكل من أشكال اختراقات شوفي كل الشرطة العسكرية في مصر في مناطق سبتة ده صحيح مش متحركة لأن لها مهام محددة بتأمين تحركات القوات المسلحة وكل مواضع السبتة دي معروفة للكافة كلام سليم وانتي مهما تخذت من إجراءات تأمينية هي إجراءات احترازية بتنع تنفيذ عملية أو بتصعب على الطرف الآخر القيام بالتنفيذ الكامل والله وأنا لازم كمان تكوني حطة في اعتبارك كأالمية أن الخبرة التي يكتسبها رجل الأمر هي خبرة نتيجة عن الدروس المستفادة الدروس المستفادة ليه؟ لأن أنا بتعامل مع الحس الجمهير يوم بيوم بتعامل مع زكاء فطري بتعامل مع زكاء مدفوع بتعامل مع زكاء أحيانا مستأجر طيب إحنا استفدنا من الدروس اللي فاتك؟ ده بالتأكيد لو أنت حللت الحادث الأخير هتجد إن حاجة مشرفة جدا لو أنها ما أحبش أقولها إن كان فيه في الحادث الأخير نوع من أنواع العنف الشديد متمثل في إيه؟ في الانفجارات المتزامنة بالصبت يا فتاة إن كنت بتعمل الإنفجار بيبقى فيه منتهى الزكاء بيجي الناس طبعا في مصر عاطفاتها شديدة جدا بتندفع تروح تتفرج مش حارف بيتفرجوا على إيه ده بالعكدة بيتموصل أدلة كويس؟ يقوم يحصل بعد نصف ساعة تفكير تاني يشيل بقى اللي موجودين وربما يكون داي مسؤول من المسؤولين حجات كده يبقى الضحايا بقى إيه هنا طب مين بقى اللي أحبط هذه العبوات ما هو التخطيط أكيد جعل إن هناك نوع معين من المتابعات في موقع الحدث إن كنتي بتقدري تضبطي عجوات أخرى ودي صعب جدا إن كنتي تضبطي العجوة في هذه الأوضاع وخصوصا الشرع المصري يأموك باللفف والمناس والجماهير وتحبطيها تنجحي في إن كنتي تبطي لمفعول العبوة تهنئتي لرجال اللي مونسي العسكريين وتهنئتي لرجال حماية المدنية اللي بينجحوا فيها سؤالي اللي جاي يا فندي ممكن إمبارح خبراء المفرقعات تمكنهم الإبطال مفعول العبوات الأربعة وتباين أن كل عبوة عبارة عن أنبوبة بوتجاز وزنها أربعة كيلو موصلة بداية لكهربائية ومفجر وتليفون محمول وبتمشيط المنطقة تمكنت القوات كمان من ضبط خمس عبوات أخرى بداية المكونات في محيط الموقع قبل تفجيرها واستهداف أبراج الضغط العالي التي تغذي مناطق الهرم وفيصل وبالنمرس والحامدية ومانيا الشيحة ومركز مبابا بالكهرباء هلك شايف في تطور في أسلوب الجماعات الإرهابية؟ أنا ما قولك ده سابق زي سابق أولمبياد أولمبي جيمز أنا داخل عليها بسبب أنا بشوف مين اللي قدامي بشوف إيه إمكانياتي بشوف أنا عايز إيه بعمل خطط التدريب اللي سواء كانت الإعداد البشري أو الإعداد المهاري أو الإعداد التنفيذي للمصابة هي نفس الحكاية هو بينطقي أهداف وانت بتدفع عن الأهداف هو بيتولى الاعتداء على هذه المستهدفات وانت بتتولي الدفاع عنها ومن أهم شيء أن يكون الأهداف ذات صلة بالجماهير يعني ما أجي ناقي حد شخصيات أناقي ما يطلق عليها الـ VIP أو الشخصية الهمة إما ناقي أجي أناقي موقع معين أناقي الموقع الذي له علاقة بالجماهير زي محطة كهرباء زي يدي زي محطة مواصلات زي مطار زي مينة كويس أو أناقي مناسبة خاصة مهرجان سوق حرة بتاعته متشكورة جامد أو ليه المناسبة الخاصة ليه بيجتمع فيها الشخصيات وبيجتمع فيها الناس وبيجتمع فيها اللي هو الغرام الأكبر لأي إرهابي هو الإعلام مجانا موجود على على لحظتها على لحظتها بتلاقي نفسك مرشافة في العالم ده حتى يمكن أنا بقول برضو شرطة نفسها إحنا شوفنا في كرداسة اللي هو بيت اتل قدامنا كده قدام بارد سبحان الله ربنا يعني هو شهيد وشهيد للوطن وشهيد عينان لا تمسهم النار عينان بكت من خشية الله وعينان باتت تحرص في سبيل الله أنا بعتبر أنه هذا الشهيد وهؤلاء الشهداء من الذين يحرصون في سبيل الله ولن تمسهم النار إن شاء الله رؤية حضرتك الخطوط التي يجب أن يتخذها الأمن لتأمين المواطنين وبحط خطة حتى المواطنين الأول وبعد كده لمنشآت الحقيقة والمتلكات العامة طب ما أكيد البشر أهاب ما عليش يعني أصرف أما عليش أنا أتفاضل شو فيه الأمن ده منظومة منظومة معزوفة ما فيش حاجة اسمها أأمن المبنى ده طب والاقتراب اللي فيه طب هو الخطر جايلي من بره أو أمن هذا الشخص دون أن يكون هناك سهولة في يبدأ الأمن من الإنسان ذاته أنت عارف أنه الأمن ده غريزة الإنسانية الشعور بالأمن طبعا ويبدأ من الجنين هو حامل ومه حامل فيه من شهر الخامس ربنا بيقول له السمح والبصر أول حاجة بتكون فيه السمح بيسمع إيه وهو ضوة دقات القلب طب بتولد الأم بتحط الجنيب فين عشان تردعه على سدراء بيسمع إيه دقات القلب بيشعر بالأمان فأنا بيقول لك بيش حاجة اسمها الإجراءات عبارة عن شمولية طب أول حاجة أهم حاجة إيه التعليم طب إحنا في المبنى ده وإحنا في الدور ما شاء الله سبعة وشرين طب هل حد علمنا أن إحنا نخلي المبنى في حالة الخطر إزاي؟ لا طب خلاص شكرا أنا عارف أن البوليس متعلم عارف أن الحماية المدنية متعلمة بس محتاجين نتطور أسالتنا شوية محتاجين نتطور أسالتنا؟ شوفي الذي لا يتطور إطلاقا ده مش عايش ولا يستحق أن يعيش إنما أنا بقول لك مع بعضينا لازم نبقى مع بعض يعني لازم أنا أبدأ هنا في المبنى بإن أنا ألق إن كل واحد داخل أخلي إزاي ومنين كويس؟ وأساعد الحماية المدنية إزاي؟ إحنا عندنا طب أقول لك على حاجة غريبة جدا تفضل يا فن معلش أخرج عن الموضوع؟ لا لا تفضل يا فن فكرة الكبري بتاع المارك لما وقع على الخمسة وأربعين عشة تحت الكبري فوجئت وأنا متابعة للإعلام المزيعة في أحد القنوات نزل هجوم غير عادي على المطافي طب تالشهيد الوحيد الذي وقع هو أمين شرطة من قوات الحماية المدنية من المطافي تصميم وحيد وحده لا ليه إزاي تولع من الساعة أربعة هي أجزمت إن الولعة جات من الساعة أربعة لغاية الساعة ستة لبجات المطافي الله طب هي هتأخر ليه المطافي طب وإزاي تأخرت وأنا قدمت شهيد وحيد الله طب وإزاي في خمسة وأربعين إرشة تحت الكبري ده المفروض الأساس بالصب والخمسة وأربعين إيشة دول إزاي إحنا سمحنا نفسنا أن يكون هناك مصريا في القرن الواحد وعشرين ساكن تحت كبري تحت مطلع كبري كويس طب وده بيعمل حماماته إزاي ويأخذ حاجاته إزاي وفي الأسمنت على كبري بيدوب بيبوز مع الشمس مع السخنات اللي بيسخنوا بيها يدفوا وغير أولا يا فندم من كبري كثيرة جدا في مصر فيها عايشة شوفيها لا مش بالشكل مش خمسة وأربعين هشة لأ ده أنا هقولها على راحة محنا كان معانا صحفية من اليوم السابع وكانت عاملة تقرير مهم جدا عن إحدى الكباري اللي بتربط مبين هي متالي كبري عباس وكان حواليا عايش فيه 237 أسرة تحت الكبري كبري عباس اللي هو كبري جيزة بالزبط كبري جيزة يا فندم بالزبط و237 أسرة عايشين تحت وبيمارس فيه صيادين خذي بالك فيه صيادين وفيه إيواء للجانحين وفيه إيواء لأطفال الشوائح لكنها كانت بتكلم يا فندم أنها حتى هي مشت على المواسير عشان تعرف تصور طب ما قالت لناشي حالة إيه بقى كصحفية والسلطة الرابعة في المجتمع لا لا هي أعلنت الكلام دي فندم أعلنت باس لا لا وعرضنا هنا الفيديو كمان أعرضنا باس إنما لازم لما نعرف يا أخواننا أنتوا أهم حاجة والله أنتوا السلطة الرابعة أنتوا أهم حاجة في العالم اللي احنا عايشين فيه كأعليق والله أنا بتحيلي كل أجهزة الدولة لازم تكون متكتفة طبعا بس الإعلام هو البس أوجاع المجتمع بس لابد زي ما بنقل أوجاع أشوف الفدائل للحلول أكيد طبعا حذرك تنصح المواطنين بأن يكون ليهم حس أمني ويتعاملوا مع المواقف بوعي ويتعاملوا زي لو استشعروا كمان بأي شيء مريب من أي جماعة ومن أي عنصر يتعاملوا زي وفي نفس الوقت الشرق الثاني من سؤالي عن الراكل الأمني عشان بس وقت يقرأ بيخلص وقت يقرأ بيخلص أنا وقت لسه أنا أعرف أولا أنت بنورنا يا فن طب شوفي يا ستي عايز أقولك حاجة زي ما الإعلام بيتعامل مع حس الجماهير الأمن بيتعامل مع حس الجماهير يوميا فأنا أرجو من أي مواطن مصري أن يتدفق هو والآخرين إلى أماكن للأمن الشرطة موجودة في كل مكان ويعين الشرطة بالمعلومة أن الشرطة من غير معلومة ما لقاش الأسماء المعلومة دي اللي هي بتقوم عليها الخطط الأمنية وبتقوم عليها الإجراءات التأمينية في نفس الوقت وبتقوم عليها ثقة المواطن في شرطته ودي أهم حاجة طبعا كويس أهم حاجة واجرب لو ما عجبوش الحل يبقى وضع التابع طيب كيف يجب أن يتعامل عناصر وأفراد الأمن في ظل كل الضغوط دي ومطلوب منهم كمان ضبط النفس وفي نفس الوقت مطلوب منهم التعامل مع المواطنين بشكل ودي شوفي رجل الأمن ما هو إلا إحدى يشكل عنصر في إحدى الشرائح الثمرة الاجتماعية كلها زي عندك ثمرة بتاخدها شرائح مفيش شريحة منفصلة لو فيه أي واجع فيه الثمرة حيطلع في كل إيه الشرائح اللي حضرتك تفضلتي وأطعتي منها عشان تستخدميها فلازم تعرف أولا أن الرجل الأمن ليس قادم من مريخ رجل الأمن يعاني من كاف ضعوة المشاكل المعاشية ورجل الأمن يتعرض للنقد الشديد والاستعداء الشديد في أي مناسبة وأنا شايف أنه الفلسفة الأمنية الجديدة بتقوم على عدة مواحل أنا شايف أنه بالنسبة لرجل الأمن أكاديمية الشرطة وكلياتها المختلفة ومعاهد التدريب باتدت توضع في اعتبارها المستحدثات وابتدت تركز على ما يتعلق بهقوق الإنسان وابتدت أيضاً تدرس هذه المواد والمشكلة بقى مش بأنا كرجل الأمن بقى فقط المشكلة أنه هو بيندفع به إلى الشارع يدفع فطورة سلعة لم يشتريها ولم يشتهي شراها وعلى طول إحنا بنبصر عدوه كان زمان يقول لك اللي واحد يقع من الأوتوبيس ويسمل عليك كواندرالو عسكري وقع من الأوتوبيس غري فأنا بقول لحضرتك أنا بقول لحضرتك ده سلوك اجتماعي كامل أو وضعية مجتمعية كامل أساسها بقى عشان نبقى على حق التنشئة التعليمية أيوه أنا كنت لسه والله هقول مدرس لابتدائي بالصبت أهم حاجة تعليمي مدرس لابتدائي أهم واحد في العالم أني أنا أكون على علاقة التعليم تعليم المواطنة أساس كل حاجة والشعور المواطن ليس ساكن المواطن سحب أرض بإحساسه المواطن يبدأ من الطفل الصغير يبدأ من إحساسه إزاي أنا أتعامل مع الأوضاع اللي في الشارع إزاي أنا أعدي إزاي أنا أحافظ على إماطة الأزعاني الطريق صدقة إزاي أنا أحترم حق الآخر ده مش حق الآخر بس في الشارع ده حق الآخر في التعبير طبع واحترم كمان فكر الآخرين ما جيش عدو يبقى بقى عدو الله وعدو هو في النار وإنه في الجنة كلام ده ما منفعش فهي نقلة اجتماعية بتنقل معها كل الشرائح المجتمعية بما فيها شريحة الشرطة شريحة الإعلام أشكرك يا فندم ألواء محمد زكي مساعد أول وزير الداخلية الأصبق بشكرك يا فندم ونورتنا باتمنى إن شاء الله يكون لنا لقاءات تاني عشان وقتنا أنا ملحدش أنا عندي أسئلة كتير كمان عايزة تراحل على حضرتك فاتمنى أن يكون لنا لقاءات تاني يا رب يا سيد تاني تحت أمرك بس الرحمة لا يا فندم ننور ننتقل معكم الفاصل سريع ونكمل معكم بقى فكرتنا فخليكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر